السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نخصصها للحديث عن موضوع الشيك التحفيزي هناك بعض مشاهدي القناة الذين يتواصلون معي بخصوص آخر مستجدات الشيك التحفيزي هل سوف يكون هناك شيك التحفيزي لأن هناك العديد من العسار التي يعني تعاني كما يعاني العديد من العسار الأمريكية وهذا الأمر لا يخفى على البعض لأنه هناك ارتفاع في الأسعار الغذائية هناك ارتفاع في أسعار الوقود هناك ارتفاع في الأسعار الإيجار المنازل وغيرها من الأمور فهناك تساؤل يعني حتى ليس فقط نحن العرب المهاجرين العرب لكن حتى الأمريكيين الأمريكيين اللاتينيين الأفرو أمريكان يعني السود الكل يتساءل متى سوف يكون هناك شيك تحفيزي رابع لكن يعني الجواب على هذا الأمر شخصيا أعتقد أنه لن يكون هناك شيك تحفيزي في هذا الوقت بالرغم من أنه سوى كما يصدر لكم على الشاشة أن نتائج البحث على يعني يوتيوب يعني جد مرتفعة تبين عدد البحوث أو الناس التي تبحث على كلمة ستيمليس أبديت أو آخر مستجدات الشيك التحفيزي يعني أن أغلبية الناس هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تطمع في أن الحكومة الفيدرالية تقوم بإرسال شيك تحفيزي رابع لكن في هذه الحلقة سوف أودّح لكم باختصار أنه يعني من غير الممكن واحتمال كبير أنه لن يكون هناك شيك تحفيزي رابع هذه السنة وسوف أودّح لكم أولا هذا الأمر كما تعلمون الديمقراطيون في سنة 2021 تقدموا بحزمة حزمة الأسر الأمريكية أو البناء بشكل أفضل يعني تم تغييرها إلى كلمة البناء بشكل أفضل هذه الحزمة رصدها آنذاك تقريبا ثلاثة تريليون دولار بعد ذلك تقدم تخفيزت قيمتها ليتم في الأخير عدم التصويت عليها آنذاك خصوصا في شهر دجنبير من سنة 2021 حينما أعلن الصناتور الديمقراطي جو منشن لوسائل الإعلامة الأمريكية أنه يعارض تلك الحزمة لأنها سوف تساهم في التضخم هذه حزمة البناء بشكل أفضل هذه الحزمة آنذاك التي تقدم بها الديمقراطي لم تشمل أي شيء تحفيز ربيع يعني كان هناك برامج حكومية برامج اجتماعية للأسر الأمريكية حتى تستفيد العديد من الأسر الأمريكية لكن كلمة شيء تحفيزي أو إرسال شيء تحفيزي يعني لم يكن ضمن تلك الحزمة وهي حزمة البناء بشكل أفضل فعلى كل حال هذه الحزمة تم رفضها وعدم التصويت عليها بعد ذلك بدأت المفاوضات بين الديمقراطيين ويعني المعارضين وكان على رأسهم جو منشن عن ولاية ويست فرجينيا وكريستين سينيما عن ولاية أريزونا فعلى كل حال هذه المفاوضات توجد بالتوصل إلى حزمة جديدة ما هي هذه الحزمة؟ حزمة الحدي من التضخم هذه الحزمة التي تم تمريرها في شهر غشت وصدق عليها الرئيس تقريبا في السادس عشر من غشت من هذه السنة هذه الحزمة كذلك وهي الحزمة المعدلة لحزمة البناء بشكل أفضل حزمة البناء بشكل أفضل لم يتم تمريرها فلو تم التعديل عليها وتم استخراج أو الإعلان على حزمة جديدة سميت بحزمة الحدي من التضخم كما قلت هذه الحزمة لم يكن فيها شيء تحفيزي رابع وركزت على المناخ الطاقة النظيفة والعديد من الاقتطاعات الضريبية مثلا الناس الذين سوف يشارون سيارات كهربائية سوف يحصلون على تاكس ريبيت وغيرها من الأمور فكما قلت احتمال هذه السنة سنة 2022 احتمال مليون في المئة لن يكون هناك شيء تحفيزي رابع أقولها بصراحة أتمنى أن يكون هناك تغليلات على الصعيد الاقتصادي ربما ركود اقتصادي ربما بعض الأشياء التي سوف تؤثر على الاقتصاد أن ذلك سوف تدفع مثلا الإدارة الأمريكية أن تلجأ إلى إرسال شيكات تحفيزية لكن حاليا لن يكون هناك شيك تحفيزي رابع مع كامل الأسف كما أؤكد وأوضح شيئا آخر لأنني لا أريد الكاذبة على متابعي هذه القناة أو أي إنسان يشاهد لهذه القناة وأبيع له الوهم والأحلام أنه يجب أن نعلم أن حزمة الحد من التضخم التي تم تمريرها في شهر غوش هذه الحزمة تم التصويته عليها في مجلس النواب وتم التصويته عليها في مجلس الشيوخ دون اللجوء إلى أصوات الجمهوريين لأن الجمهوريين يعارضون هذه الحزمة لذلك هذه الحزمة يعني صوت عليها الخمسين ديمقراطي الخمسين مستشار ديمقراطي في مجلس الشيوخ دون الحاجة إلى عشرة أصوات المطلوبة دائما دائما حينما يكون هناك مشكل ولا يمكن التصويت عليه في مجلس الشيوخ يجب أن يكون هناك تصويت بستين صوت هذه المرة كانت فقط الحاجة إلى خمسين صوتا ديمقراطي لذلك تم تمرير هذه الحزمة كذلك يجب أن تعلمون أن الجمهوريون يعارضون بصفة عامة أقولها صراحة بصفة عامة أن يتم إرسال شيك تحفيزي رابع للناس يعارضون الحزمة التي صدق عليها مجلس النواب والديمقراطي في مجلس الشيوخ وصدق عليها رئيس الأمريكي جو بايدن وهي حزمة الحد من التضخم فكذلك يعارضون أن يكون هناك شيك تحفيزي رابع الديمقراطيون يعني لكي يمرروا أي شيء أقول أي شيء بعد حزمة الحد من التضخم يحتاجون إلى عشرة أصوات من الجمهوريين ضروري هذه السنة إذا أراد جو بايدن والديمقراطيين تمرير أي حزمة أي قانون شريك تحفيزي أي شيء الآن يحتاجون إلى أصوات الجمهوريين حاليا الديمقراطيين يشتغلون على زيادة 200 دولار في يعني ما يسمى بالSSI يعني الناس الذين يحصلون على شيكات شهرية القادمة من الضمن الاجتماعي يعني الناس الذين سنهم فوق مثلا 65 سنة فهناك مطالبة من الديمقراطيين بأن يتم إضافة تقريبا 2400 دولار سنويا يعني تقريبا 200 دولار كل شهر لأنه ما يحصل عليه المتقاعدون والناس الذين يتوصلون بالشيكات من الضمن الاجتماعي لا تكفيهم لمثلا صد رماقهم أو لدفع فواترهم أو حتى لدفع الإيجار لأنه حاليا المعدل تقريبا هو 1400 دولار بمعنى أن هناك أناس يحصلون على أقل من ذلك يعني 900 دولار ألف دولار فكيف يعقل إنسان متقدم في السن يحصل على شيك شهري بقيمة مدر ألف دولار هذا الشيك لن يكفيه لدفع الإيجار لن يكفيه لدفع يعني مصارف العكل والفواتير وغيرها من العمور وتذكروا أن الناس الذين يحصلون على هذه الشيكات هم ناس متقدمين في السن يعني هناك ظروف صحية هناك عديد من المشاكل التي تواجه العديد من الناس فحاليا الديمقراطين يشتغلون على هذا الموضوع يعني الزيادة في ضمن الاجتماعي أو الـ SSI بالنسبة للناس المتقدمين في السن فكما قلت حاليا بالنسبة للديمقراطين ليست لديهم أي وسيلة أخرى يستعملونها إلا للجوء إلى التصويت في مجلس الشيخ أن ذلك يحتاجون إلى ستين صواتا يحتاجون إلى إقناع عشرة أصوات من الجمهورين وهذا الأمر من الصعب أقوله إخواني أخواتي أن يتم تمريره لأنه الآن هناك معدى تضخم كبير لم تشهدوا الولايات المتحدة الأمريكية منذ أربعين سنة فشخصيا لا أعتقد أن الجمهورين سوف يغيرون رأيهم وموقفهم قبل خصوصا قبل الانتخابات النصفية القادمة تذكروا أن هناك انتخابات نصفية قادمة في شهر نوانبر هذه الانتخابات إما أنها سوف تساهم في إعادة سيطرة الديمقراطين على الكونغرس بغرفته وليس فقط تساوف المقاعد في مجلس الشيخ أو أنه سوف تنقلب العمور ويصبح الجمهورين هم المسيطرون أنه لن يتمكن الديمقراطين من تمرير أي مشروع سواء سيطروا في المجلس النواب أو سيطر الجمهورين في مجلس الشيخ فما سوف يكون من الصعب على الديمقراطين يقناع الجمهورين بالجلوس إلى طاولة المفاوضة وتمرير أي أمر لذلك أقوله إخواني أخوتي أتحدث على سنة الفين واتنين عشرين احتمال كبير لن يكون هناك شيك تحفيزي رابع إذا تغيرت الأمور إذا ظهرت أمور أخرى سوف أخبركم إن شاء الله في قادمي الأيام شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته